السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو مميز جدا مهم جدا كبداية نصلي على النبي المصطفى الهادي كوحدة من عدتنا لتمنى ان لا تقطع ابدا النهاردة موعدنا مع فيديو في غاية الروعة هنتكلم عن محاكي اندرويد فعلا فعلا انا باعتبر افضل محاكي اندرويد موجود حاليا للاجهزة الضعيفة والمتوسطة والقوية لان ده بصراحة وبساطة جدا انا لفترة طويلة جدا فضلت بتعامل مع محاكي بلوستكس بلوستكس محاكي اكثر من رائع ولكنه رائع مع الاجهزة القوية لازم الجهاز الخاص بيك يكون قوي جدا 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 عشان تقدر تستمتع بكل خدمات ومميزات البلوستكس لكن المحاكي اللي معنا النهاردة اللي هو وتركز جدا اثناء التحميل لان فيه اكتر من فيه اكتر من لينك واكتر من طريقة هسيب لك اللينك الموجود في الوصف بتقدر تحمل البرنامج في اي اصدارات وكده كده البرنامج كفيل ان هو يعمل لك ابضيط وتقدر تحمله بطريقة سليمة تماما تنزيل البرنامج زي ما انت شايف النهاردة ستة سبعة قادر انك تنزله في نسخة الاندرويد سبعة واحد من عشرة البرنامج اكثر من رائع ومتوفر منه كتير من الاصدارات وبيحدث نفسه بشكل جميل جدا ومناسب جدا للاجهزة الضعيفة والمتوسطة طبعا زي ما انت شايف فيه كتير من الخيارات اللي موجودة هنا كده دي كلها مميزات المحاكي الحصرية اللي تقدر تتعرف عليها واحدة واحدة عشان تنزل المحاكي ده من خلال اللينك اللي هيكون موجود هينزل معاك ملف بالشكل ده كده هيقول لك عشان التسطيب انا محتاج ان انا اكون او يتم استخدامي كمسؤول هنا البدء للتثبيت اللغة العربية خلاص كده موجودة هنا هتدوس على تثبيت مخصص او تثبيت بنقرة واحدة لما بدوسها التثبيت بنقرة واحدة بيتثبت على برطشن السي بدون اي مشاكل وبياخد او الاعدادات المخصصة بطريقة سهلة والتثبيت المخصص بتحدد مكانه ولو انت عايز تغير المكان الخاص به بتعمل تصفح وتختار المكان عشان لما تنزل نسخة وندوس جديدة لما يكون البرنامج متثبت ما يحتاجش ان هو يتم تثبيته مرة تانية هتختار اللي اعجبك فيهم وتدوس على تثبيت الان عملية التثبيت بتكون سهلة جدا وبسيطة البرنامج تعريبا هيتخذ منك اربع دقايق لتما عملية التحميل بشكل سهل جدا زي هنشوف مع بعض الوقتي طبعا البرنامج ده انا قبل ما جربه على الجهاز الخاص بيا جربته على جهاز معدم حرفيا والبرنامج كان بيديني اداء اكثر من رائع اعتقد ان انا النهاردة هكون محتاج ان انا الغي بلوستاكس مش هيكله مكان على الجهاز الخاص بيا لان المحاكي اللي بنتكلم عنه النهاردة هيكون معاك اكثر من رائع بعد نزول المحاكي بيدخلك على موقع التاني لو عايز تعمل اي حاجة بس انا مش محتاجين الخطوة دي هندوس على تجربة الان البرنامج زي ما انت شايف بيظهر لك ايكونتين ايكونة للتحكم في عدد البرتشانات الموجودة لاتنين دول ودي طبعا ايكونة التحميل اللي من خلالك تطور تحمل البرنامج لو انت لسه محملتوش ممكن يكون البرنامج تقيل في اول مرة يفتح فيها انت شايف هنا بيديك ان هو عايز يعمل وصول للشبكة هتعمله سماح للوصول للشبكة عشان يقدر ان هو يتصر بالانترنت وطبعا انت لو ما عندكش الديفيندر بتفعل فيه الميزة دي مش هتظهر لك اصلا الرسالة دي بعد فتح البرنامج ممكن اول مرة بس يكون ملغبط بعد كده الموضوع هيكون اكثر من ساهل البرنامج ما يميزه البساطة بسيط جدا 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 وقادر على الاعتماد عليه بشكل كلي وهيمثل ليه كعدد كبير جدا من الحلول اللي هنشوفها مع بعض الوقتي واحدة واحدة طبعا اول من البرنامج بيفتح معك بالشكل ده كده انت قادر على التحكم في كل الاعدادات الخاصة بالبرنامج وتديله مساحيات وصلاحيات زي ما انت عايز اول حاجة ابعاد البرنامج ودقة الشاشة اللي انت محتاجها نسخة الجوال وده نسخة الايباد ولا دقة عريضة ولا مخصص تختار الاعدادات اللي انت عايزها ومحتاجها لو جانا هنا كده على نسخة الايباد او نسخة الجوال هتلاقي فيه هنا مجموعة من الاعدادات اختار اللي انت عايزه واللي عايز البرنامج يعتمد عليه ودقة الشاشة اللي عايز البرنامج يوصل لها هنا ال توصية التوصية هنا بيقولك ان انه هو يفضل التوصية تكون اربعة جيجا للرام طيب لو انت عندك اتنين جيجا هتلاقيه اقصى حاجة اتنين جيجا يبقى دي حاجة قايمة على موارد الجهاز فانت هتخليه على او على التوصية طبعا انا نزلت على اعدادات الجهاز دي الاعدادات الخاصة بال الاي بي والاعدادات الجهاز اللي هتظهر لما حد يعرف بيانات جهازك ممكن تغيرها وتعدل عليها زي ما انت عايز تكتب فيها اللي انت عايزه. اعدادات اللعبة التكوين انه انا عندي عشان الجهاز بدعم مية وعشرين فريم فظهرت لحد مية وعشرين فريم ولو انت عايز ستين فريم بس فمتاح لحد ستين فريم. هين طبعا اعدادات دقة الشاشة. بيقولك الاعدادات انت عايز تظهر ايس دي ولا فول اتش دي. طبعا اول ما بتدوس على تأكيد هيقول لك انا هقفل على طول عشان خاطر اقدر اوصل للي انا عايزه. وطبعا هنا لو عايز تعملها كمان هتكون احلى بكتير وهتفرق معاك جدا. طبعا بيقول لك ان الدقة دي بتحتاج لكارت جي تي اكس تسعمائة وستين. لو انت متاع عندك هتعلب الامكانيات مش متاع هتشتغل على امكانيات منخفضة بحيس تكون مناسبة وهو اصلا هيدي خيارات مناسبة للاعدادات الخاصة بجهازك. هنا طبعا الاعدادات الخاصة بالازرار. اي ازرار من دول تقدر انك تعدله. هنا طبعا الزرار دي كلها انت قادر على التحكم فيها واحد واحد كل زرار بيعمل حاجة معينة تكون فاهم كل حاجة وتبص وتبدل زي ما انت عايز. الاعدادات الخلفية لو انت عايز تغير الخلفية الخاصة بالتطبيق وبتدوس هنا على خلفية او تختار خلفية من الخلفيات المتوفرة في التطبيق او تختار خلفية من الجهاز اللي موجود عندك. هتشوف خلفية وتختارها كخلفية لسطح المكتب الخاص بالجهاز. في طبعا اعدادات اخرى مجموعة من الاجراءات المهمة جدا مسلا فاتحة الدور الشاشة قفل اتجاه الشاشة ما انت عايز تقفله ما يتمش عملية تحريكه بس طبعا هتخليها مغلقة انت مش عايزين الشاشة مقفولة احنا عايزين نقدر نحرك شمال ويمين ونحرك التطبيق في كل الاتجاهات. طبعا من الحاجات المهمة جدا الروت الخاص بالتطبيق انك تفتح اذن الروت يكون شغال معاك عشان خاطر كل التطبيقات تكون قادر على تشغيلها وهتدوس على حفظ الاعدادات هيطلب منك اعادة تشغيل التطبيق اول ما يعيد اعادة تشغيل التطبيق هيشتغل معاك بشكل مختلف بعد الامكانيات انت دخلتها والاعدادات اللي انت اخترتها. بمجرد تنزيل التطبيق على الجهاز الخاص بك لو انت عندك تطبيقات محفوظة هتلاقيها تحولت لشكل الايكونة الخاصة بالتطبيق بدون اي تعقيدات انت لو عايز اي تطبيق وعايز تشغله على البرنامج بطريقة سهلة لو التطبيق ده متاح معاك انك تشغله تمام مش متاح يعني التطبيق ده مغافق هتسحب كده وتعمل افلات هيتم عملية تسبيت هيقول لك تشغيل التطبيق بشكل اكثر من سهل طبعا هتحمي هتبدأ تسجل الدخول كنقطة مهمة جدا في البداية عشان تدع تنزل التطبيقات اللي انت محتاجها من المتجر الخاص بجوجل هتعمل تسجيل الدخول لو عندك حساب هتسجل بي ولو ما عندكش حساب هتعمل انشاء حساب وده ممكن يظهر في فيديو دلوقتي تشوفه لو انت عايز تعلم ازاي تسجل حساب تسجل الدخول بي للتطبيق ولو عندك حساب هتسجل بطريقة سهلة جدا عشان تتم عملية الدخول هتدخل كلمة المرور بطريقة سهلة جدا بعدها هتدوس على التالي اول ما بتدوس على اوافق بيتم عملية تسجيل وبيبدأ التطبيق يدخل لخدمات جوجل طبعا لو انت عايز تعمل وموافق عليه بتدوس على اكسبت عشان تقدر تتمكن من عمل عملية طبعا هنا كده انا بفضل ليك ان انت تنزل التطبيقات اللي انت محتاجها من على المنتجر الخاص بجوجل لانها هتكون احسن بكتير هنا متاح قدامك مثلا باب جي متاح كولف ديوتي متاح لكل الالعاب واللي هتقدم لك اداة اكثر من رائع على المحاكي فوق الممتاز هنا طبعا كده الصوت ممكن توطي الصوت او تقفله خالص في التطبيق نفسه وهاعلمك دلوات شوية حاجات كمان مهمة في التطبيق جدا التطبيق ده مميز دلغاية طبعا انت قادر به تستمتع بكل الالعاب اللي موجودة مش بس كده هنشوف كمان مراجعات لكتير من البرامج اللي هتفيدنا بصورة كبيرة جدا زي ما انت شايف قادرة تستمتع باللعبة نيجي بقى لشريط الادوات اللي موجودة هنا ده واللي هيفيدنا بصورة كبيرة اول حاجة الترس الترس ده في كل اللعادات اللي اتكلمنا عنها تاني حاجة فيها عدلات اللوحة لو انت عايز تحكم في اللوحة تحكم في الحركة الحاجات ده هتفيدك لما تجرب او تجرب واللي انت عايز تجربه اقول لنا هنعمله ان شاء الله فيديو كامل ولكن لضبط عدلات معينة لحاجة معينة لان ضبط العدلات هياخد وقت كتير جدا عشان تزبطها بالطريقة اللي انت عايزها طبعا زي ما انت شايف هنا كده الازرار شوف مع كل حركة بيقولك يرجى ادخال زر على طول ده قفلنا دي كده نيجي بعدها هنلاقي ده بيعلي الصوت وده بيوط الصوت هنا بيدخلك في وضع لو انت بقى بتجرب تطبيب من بتوع المباريات وعايز تفرج بوضع ده هيدخلك في وضع طبعا هنا قدامك خيارات تانية تسجيل العملية لو انت عايز تسجل حما وعينة هيبدأ معك عملية تسجيل بشكل مباشر ومن هنا تدوس على انهاء التسجيل وتبدأ تعمله هنا لو انت عايز تاخد لقطة شاشة هنا لو عايز تدفع تطبيقات وهنا لو عايز تسجل فيديو للشاشة وهنا لو عايز تحرك التليفون الخاص بيك وهنا لو عايز تعمل عملية تدوير للشاشة لو اللعبة اللي قدامك تسمع هتلاقي تدوير انزبط معك على طول حسب دعم التطبيق للحاجات دي كلها طبعا هنا مجموعة من الخيارات لو انت عايز تشوفها هتفيدك برضو هنا لو عايز تظهر عدد الاطارات في الثانية اللي موجودة هنا كده الفريمات لو انت عايز تقيس الفريمات لحاجة معانا ممكن تظهرها بالشكل ده ولو مش محتاجة نقطة دي مش هتكون مهمة بالنسبة لك اعتقد ان دي المراجعة الكاملة لتطبيق لدرويد مهم جدا تجرب التطبيق ده ان ان شاء الله قريب جدا هنزلك شرح كامل لكل التطبيقات على التطبيق ده التطبيق ده مفيد جدا ومميز جدا وهيساعدك بصورة كبيرة ويعتبر اخف محاكم موجود حاليا تقدر ان انت تعتمد عليه وتجرب عليه كل الالعاب الخاصة بك وصدقني بعد التجربة هتاكتشف ان التطبيق ده واحد من افضل ان لم يكن الافضل حاليا تخطى تخطى كل التطبيقات اللي موجودة عن جدارة دلوقتي انا وصلت للنهاية شكرا لكم ودمتم في رعاية الله